اشتركوا في القناة والتعاون المشترك بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص معربا عن بالغ التقدير لدور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في مسيرة البناء والتنمية وأوضح ما عليه بأن الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص السلطة التشريعية على الاطلاع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين للمقترحات والتشريعات البرلمانية المتعلقة بالشأن الاقتصادي للوصول إلى رؤية توفقية شاملة لتنفيذ المبادرات النوعية وتسخير الإمكانيات لجعل المواطن هو الخيار الأول والأفضل للتوظيف وبما يسهم في دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني من جانبي أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على موقف الغرفة الثابت من أهمية دعم البحرينيين ليكونوا خيارا مفضلا في سوق العمل من خلال تعزيز الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص لخلق فرص العمل النوعية للمواطنين وضرورة تحسين مخرجات التعليم لسد فجوات سوق العمل وتوظيف المواطنين خاصة في الوظائف المهنية مع عدم النظر إلى فرض المزيد من الرسوم على القطاع الخاص كحل أو حد تم اليوم تطرق لأدة أمور أهمها كان الدراسة التي تقدمت فيها الحكومة بزيادة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل تم باستفاضة التحدث عن هذا الموضوع وأيضا تم الاتفاق على وضع خطة عمل أن هناك مواضيع أخرى بعد مهمة للأطراف الثلاثة أن يتم التفاهم عليها ويتم وضع رأي جميع الأطراف حتى تطلع بالصيغة المتوازنة للكل يكون قابل فيها الاجتماع طبعا هو كان يعبر عن نوع من توجهات بالنسبة إلى كل الأطراف فيما يتعلق بمصلحة المواطن وأيضا أعطاء نوع من التركيز على دور القطاع الخاص بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني هناك فيه كثير من الأمور التي طبعا تم طرحها في السابق بين كل طرف من هذه الأطراف واليوم كان هناك فرصة جيدة أننا أخذنا بالعلم المرئيات كل من السلطة التشريعية بالنسبة إلى المجلسين وأيضا بالنسبة إلى مرئيات مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين أمانة كان اللقاء جدا متميز ونشكر المجلسين لقاهم بإدارة الغرفة ونحن إن شاء الله نطمح للمزيد من اللقاءات اللي يكون فيه تنسيق وتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وغرفة تجارة صناعة البحرين بلا شك اللقاء كان متميز إن شاء الله خطوة مستقبلية للمزيد من التعاون في مصلحة الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر